لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل والنهاردة الجزء الثاني لتكملت شيخ من الشيوخ البخاري هو إسماعيل بن أبيويس وعنوان حلقة النهاردة هيكون أحد الشيوخ البخاري المرتشي والحقيقة إحنا المرة اللي فاتت كلمنا من عمضة القارق وأفسرنا لمتجرح إسماعيل بن أبيويس والنهاردة هديكم لخص سريع على اللي حصل المرة اللي فاتت هو الشيخ البخاري زي ما أثبتنا الحلقة اللي فاتت وإسمه إسماعيل بن أبيويس وإنه أقر على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شعيب عنه وقال ابن معين لا يساوي فلسين هو وأبو يسرقان الحديث وقال النظر ابن سلمة المرزوي فيما حكاه الدولابي عنه كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن واهب أما عاصم ابن علي فقال ابن معين لا شيء وقال غيره كذاب ابن كذاب أما أحمد فصدق وصدق أباه أما عمرو ابن مرزوق فنسبه أبو الوليد التعريسي إلى الكذب أما حاتم فصدق وصدق أباه فوصقه أما سويد ابن سعيد فمعروف بالتلقين وقال ابن معين كذاب ساقط وقال أبو دود سمات يحيى يقول هو حلال الدم وقطعنا الضرقتني في كتابه المسمى بالاستدرقات والتتبع على البخاري ومسلم فيما أتهي حديث وطبعا إحنا شفنا أنه كمان كان مغفل يعني قالوا برضو عنه أنه كان مغفل وده الشيخ من شيخ البخاري النهاردة هنكمل يعني أنه هو كان مرتشي طبعا من أحكام الشرع أن الرشوة من كبائر الزنوب علشان كده في القرآن بيقول كده قال تعالى سمعونا للكذب أكلونا للسحط وده في صورة المائدة 41 وكمان بيقول كده قال الحسر وسعيد بن جبير هو الرشوة وقال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون وده في البقرة 188 وعن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لعنة يعني رسول الإسلام الرشوة المرتشي وده في الترمزي وقال حسن صحيح وطبعا دي حاجة معروفة وفي رواية كمان وفي رواية والرائش وهو الساعي بينهما فيحرم فيحرم طلب الرشوة وقبلها وبازلها كما يحرم كمان أو يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي يبقى دي حكم الرشوة في الإسلام لكن قبل الرشوة خلينا نروح نشوف تهزيب بالتهزيب يقول لنا ايه في هذا الكتاب حكى ابن أبي خسيمة عن عبدالله ابن عبيد الله العباسي صاحب اليمن ان اسماعيل ارتشى من تاجر عشرين دي نور يبقى اسماعيل ابن أبي اويس بيحكي لنا الكتاب ده ان هو ارتشى عشرين دي نور ازاي بيقول لنا كده حتى باع له الامير ثوبا يساوي خمسين بمئة وذكره الاسماعيل في المدخل الاسماعيلي في المدخل فقال كان ينسف في الخفة والطيش الى ما اكره ذكره يبقى دلوقتي اسماعيل ابن أبي اويس هنا في الكتاب ده بيقول لنا ان هو اخذ رشوة من تاجر علشان ينسب على الامير يعني الحاكم او الولي او المحافظ بمصطلح العصر الحديث الرشوة دي كانت عبارة عن عشرين دي نور علشان يكذب على الامير ويقول له ان السوب اللي بيبيعه ده بيساوي مئة دي نور لكن السوب فعلا ما بيش بيشتاوي غير خمسين دي نور يعني اسماعيل ابن أبي اويس كذب ونصب وحتال وارتشأ وخاني الامانة لان الامير طبعا كان يستقمن اسماعيل ابن أبي اويس على عماله وبياخد نصحته وطبعا الرشوة في الحديث الصحيح انه ملعون يعني اسماعيل ابن أبي اويس حكمه حكم الملعون وحكم طبعا الكتاب انه ايمه ونوافقه وحكم النصاب زي السارق على الاقل معنويا ولو معنويا وحتى لو ما كانش فيه حد استرقب بطريقة النصب يعني شيخ البخاري من الاخر كده ملعون ومنافق سارق وخائن الامانة ازاي البخاري ياخد الحديث ده من اسماعيل ابن أبي اويس وهو معروف عنه كل ده خلينا نروح نشوف كتاب تاني وده في سارق على منه بلاء طبق الحديعش اسماعيل ابن أبي اويس يقول لنا كده روى احمد ابن خسيمة ايضا عن يحيا ليس بشيء سبما قال يحيا قال لنا عبدالله ابن أبي اويس الهاشيمي صاحب اليمن خرقت معي باسماعيل ابن أبي اويس الى اليمن فدخل الي يوما ومعه ساب واشي ساب واشي يعني سوب مطرس فقال اسماعيل ابن أبي اويس بيقول امرأتي طالق سلاسة ان لم تشتري من هذا الرجل سابه بمئة دينار بيقول له انا هطلق امراتي بالتلاتة لو انت مخدتش التوب ده منه من دينار فقلت للغلام زن له فوزنه وإزب الساب يساوي خمسين دينار فسأله بعد فقال ان الرجل اعطاني منها عشرين دينار يبقى الكلام ده ذكره الاسماعيل في المدخل وقالة كان ينسب في الخفة والطيش الى ما اكره ذكره يعني نقف كده نختصر الموضوع ان في واحد راح مع واحد وقال له اتفق مع اللي هيبيع السوب وقال لمرأتي طالق بالتلاتة لو انت مخدتش من السوب ده بخمسين دينار بمئة دينار وهو مش بيساوي غير خمسين دينار وبعد كده قال لنا اصدنا خدت منه عشرين دينار لكن الزهبي علق وقال قلت هذه سخافة عقل يعني تعليق الزهبي على هذه القصة قال سخافة عقل واضحة طيب احنا دلوقتي الزهبي ليه انت بتقول ان هو سخافة عقل واضحة هل الزهبي عنده دليل على كلامه يعني كلام الزهبي بيقول على مزاجه هو يعني بيعدل وبيجرح بمزاجه مش بيفصر ان دي ليه سخافة عقل يعني مش مفصر لنا السبب وطبعا يعني هو اتعدى شكله كده من البخاري انه بيعدل ويجرح بمزاجه فلازم يفسر لنا ليه هو بيقول دي يعني يعني مش عاجبه الموضوع ليه لازم يفسر لنا طيب خليني انا ليه ذكرت القصة دي لان في صورة الطلق في صورة البقرة بيتكلم عن الطلق في صورة البقرة بتتكلم عن الطلق وتقول الطلق مرتان فامساج بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان يقيم ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتديتم به تلك حدود الله فلا تعتدونها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون والكلام ده في صورة البقرة 229 يعني ايه يعني اسماعيل بن ابي ويس بيستهزئ بكلام الله ليه ليه بيستهزئ بكلام الله علشان الطلق حد من حد الله محدش المفوض يتلاعب به فازاي هو بيتلاعب من اجل رشرة من اجل ان هو يجذب وينصب ويحتال علشان 20 دينار يبقى ملخص الكلام ان اسماعيل بن ابي ويس بيعمل ايه بيتلاعب بحدود الله عشان 20 دينار خلينا نشوف كمان ان فيه ملحوظة مهمة لازم نشوفها ان الشيخ البخاري ده ملخص الكلام ايه انه طائش صايع صعلوك خفيف العقل سفيه او يعني سفيه بمعنى ايه سفيه باللغة العصر بتاعنا اهبل ومرتشي هل ممكن البخاري ياخد من واحد زي كده حديث نروح كمان لكتاب تاني وده الكتاب اللي احنا متكلم عنه هو صحيح البخاري فتح البالي شرح صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب من لم يقبل الهدية لعله ويقول رشوة وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب اغزو وقال ابن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من زي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والرشي مواطيه هو بيعرف لنا الرشي والرشوة والمرتشي والرشي الواسطة والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبدالله ابن عمر عمره في لعن الرشي والمرتشي اخرجه والترمزي وزعه ليه انا بذكر من فتح البالي بشرح صحيح البخاري هذا الموضوع لان حكم الرشي لعن الله الرشي والمرتشي ومن خلال الحلقة اللي فاتت والحلقة دي احنا شفنا شيخ من شيخ البخاري كذاب بيضع الحديث راشي مرتشي بيحلف ويتلاعب بحدود الله يعني النسائي النسائي ضعفه وشفنا كده يعني هل انت يعني عزيزي المشاهد انت ممكن تستأمن البخاري منه حديث بعد ما تشوف ان احد شيخه بكل هذه الاصفه البخاري بياخد منه حديث والتقي بكم في الحلقة القادمة تابعوني والى اللقاء في حلقات النقل ام العقل لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا انت هترد بعقل انت من اقبل بعقله واذا يرد بعقله واذا ينكر بعقله يبقى الجن يبقى والعوبة بين حقل المشاهد